اخبار الايام الاول والثاني سمعتم باخباري او سجلاتي النارنيا من منكم شاهد سجلاتي النارنيا؟ حين تفكرون في السجلات سجلات شيء ما في تاريخ يومياتي وقصتي اي حدث في اي اطار زمني في التاريخ لديكم سجلاتكم الخاصة لدي صديق مات وذهب الى السماء ورأى مكتبة ورأى يسوع فسأل عن ما هي تلك المكتبة فقال له الله قال له يسوع هذا سجل لكل انسان كل انسان لديه سجل في السماء هذا حق كتبي وفي سفرك كلها كتبت ايامي كلها في سفرك في السفر الذي كتبته عني اذا لديكم سفر في السماء تعلمت ان ابدأ بالصلاة بعد ان عرفت ذلك كل يوم اقول يا رب انا اطلق خطتك المدونة في السفر الذي كتبته عن حياتي انا اطلقها اريد السلوك وفق خطتي السماء لحياتي اذا هناك برنامج هناك وقت محدد انه سفر واحد هذه الاسفار تروي ابرز الاحداث في سموئيل الاول والثاني والملوك الاول والثاني وقبل ان اتابع احد الانبياء الكبار والرئيسيين في هذه الاسفار هو اشعياء لاننا سنرى ان الملكة حزقية سمع كلاما من اشعياء اذا اليهود نقد العهد وليس الله لان الله لا ينقض عهده نظرة عامة عن تاريخ اسرائيل درس تاريخ مصمم بشكل جيد وخلاصة الامر هي ان الله لا يتخلى ابدا عن شعبه قولوا الله لا يتخلى ابدا عني لم يفت الاوان بالنسبة اليه يوجد دوما رجاء لي امين انه اب صالح وهو يؤدب اولاده عبر تحميلهم النتائج اذا كل امر نفعله له نتائج له عواقب اذا كنتم اباء صالحين حملوا اولادكم النتائج اذا كنتم ستصبحون اباء في سن الشباب فالتربية الصالحة هي ان تعلموا اطفالكم النتائج وان لا تفسدوهم لانكم اذا لم تعلموا نتائج فالحياة ستعلمهم تعلمون احيانا كانت ابنتي تعاند في سن المراهقة من منكم يعلم ان المراهقين يعرفون كل شيء؟ يعرفون كل شيء في جميع المجالات تعلمون فكدت ان اقول لها حسنا ساترك عملي بما انك تعرفين كل شيء لمن لا تهتمين بتسديد الفواتير وبسائر الامور قول لي ما يجب ان افعله بحياتي وسافعله تعلمون نناديها في البيت دكتور كاتيا كما دكتور فيل لان لديها جوابا لكل شيء اذا احيانا يصبح اولاد الله هكذا يعرفون كل شيء نحن نعرف الله ولدينا اطلاع ديني اذا نحن نعرف كل شيء هو اب صالح وهو يؤدب اولاده عبر تحميلهم النتائج لكنه لا يتخلى ابدا عن اولاده بالرغم من اخفاقاتهم وزلاتهم هذان السفران يغطياني خمسمائة سنة من تاريخ اسرائيل ويعوداني الى سلالة ادم منذ بدايتها تمت امر اذهلني في بداية ايماني عندما قرأت في انجيل متى الفصل الاول عن نسب يسوع المسيح هذا النوع من التاريخ اذهلني وابهرني لان الكتاب المقدس يحتفظ بسجلات دقيقة عن جذور كل انسان من ادم حتى الان يمكنكم معرفة ذلك فعلا اعرف شجرة عائلتي حتى سبعة اجيال مضت وصولا الى السلطنة العثمانية خلفية بربرية جدا اذا كنتم تعتقدون اني قوية بعد الشيء عليكم ان تقابلوا اجدادي ربما كانوا اقل بقليل من اكلة لحم البشر وكان علي كسر لعنات متورثة كثيرة صحيح؟ اذا سفر اخبار الايام هو ديفري هاياميم هاياميم اخبار الايام السفر الاخير من التناخ وفق الترتيب تلمودي وهو يختم الجزء الثالثة من اسفار الكتابات كاتوفيم وهو منقسم الاسفرين في الترجمة السبعينية الترجمة اليونانية تمت في القرن الثاني او القرن الثالث اذا كنت انه في النص كان داود وسليمان الشخصياتين الرئيسيتين لكن اود ايضا اضافة حزقية ويوشية الى داود وسليمان كشخصيات رئيسية واودت التركيز قليلا على حزقية ويوشية لانني مهتمة بالشخصيات الرئيسية انا مهتمة بالقيادة وكيف ان قيادة الملوك ميزت اسلوبهم في القيادة فانا لدي اسلوب في القيادة ولديكم اسلوب في القيادة وحين تطلبون مني امرا ما سأل احدهم اليوم عبر الاذاعة رجاء اخبريني الحقيقة فضحكت وقلت من المؤكد اني ساطلعك على رأيي حيال الامر احيانا تخطئون حين تسألونني وانتم غير مستعدين كم مرة يسألكم الناس امرا ويتوقعون جوابا يعجبهم اليس كذلك اعرف اناسا كثرا يأتون الي قائلين ايها القص اشك امنحك الاذن بالتكلم لحياتي غير صحيح غير صحيح فكم المرة اذكر الناس اعطيتموني الاذن بالتكلم لحياتكم ساتكلم لحياتكم لا اريد التنبؤ لكنني ساخسركم تعلمون تشير الاحصائيات الى انكم تخسرون 98% من الناس الذين تصححونهم يبقى اثنال في المئة فقط خذوا مثل يسوع 72 شخصا تركوه لم يقدروا ان يتحملوا لا اعرف النسبة من 72 حتى 12 هؤلاء تركوه يعني تركوا يسوع تركوا يسوع حين تقولون الحق للناس يحدث امران يحدث امران اولا تزداد قلوبهم قصوة كحال فرعون في مصر في الخروج حين تقولون الحق يقومون برد فعل عنيف وتكسو قلوبهم وتصبحون اعداءهم هذا اولا الامر الثاني الحق تعرفون الحق والحق يحرركم لكن الحق يعثركم الحق يؤلمكم الحق يكسركم لقد اعثرتني رسالة الانجيل انا مسرورة جدا لانها اعثرتني لان تلك العثرة جعلتني انكسروا واتألم وذلك الالم قادني الى المسيح تعلمون احيانا تخاطرون بالتعرض للالم وذلك الالم يؤدي الى خلاصكم وتحريركم والاختراق وإلا فستتألمون وتعيشون في البؤس لباقي حياتكم بالمعنى السلبي اذا الامر الثاني الذي يصنعه الحق هو انه يؤلم الشخص ويكسره ويلين قلبه ما يؤدي الى التوبة والتوبة تؤدي الى الحرية والاختراق والتحرير اذا اعتقد انه ايا يكن ما عليكم فعله او النتائج التي ستحصيدونها كقادة كقادة روحيين من مسئوليتنا ان نكرز بالحق لاننا لا نحاول اكتساب شعبية اذا اردتم ان يبقى لديكم اثنان في المئة يسوع غير العالم بحد عشر تلميذ احد التلميذ قتل نفسه لكن يسوع علم التلميذ الاحد عشر وحل مكانه اخر ومع بولوس بضعة اشخاص غيروا تاريخ البشرية لاجل المسيح اذا العدد ليهم ومن ثم سوف نركز على هذين الملكين حزقية ويوشية عدستان للدراسة عهد موسى وعهد داود نراهما هنا الله فرز اسرائيل كامة خاصة به اذا اطاعت نموسى الله فهو يبركها لكن اذا رفضت اسرائيل نموسى الله فهو يؤدبها سأقول لكم امرا حين تنظرون الى شخص ما هل تعلمون ما اذا كان تحت بركة او لعنة هذا سؤال مهم انني ارى عندما انظر الى عائلة يؤسف اني اخباركم انني ارى احيانا انها تعيش تحت لعنة ليس عليكم ان تكونوا انبياء انظروا الى دينامية العائلة انظروا الى الاطفال انظروا الى الامراض والاسقام والعيلة للنفسية فترون فورا الابواب الشيطانية المفتوحة في تلك العائلة بسبب الاب او الام انني ارى وانا لا الاحظ لانني ارى فحسب وانما ايضا بفضل خبرتي وبفضل روح التمييز لدي وبفضل عمل روح الكدس فيها لسنوات في خدمة التحرير في حياتي اذا انا ارى في العمق اسباب مشاكل اطفالكم اسباب حالتكم واسباب مشاكلكم المتوارثة انا ارى ذلك احيانا يجادل الناس بشأن العطاء والعشور والتقديمات وارى لعنة الفقر على حياتهم وفي صحتهم فاقول يجب ان يعلن لكم الله لا يمكنكم لعب دور الروح الكدس الصغير في حياة الناس لكنكم ترون اللعنة ترون النمط فاقول واو هم لا يرون الامر لكني اراه الا ترون لكن احيانا لا ترونه في حياتكم ترونه في حياة شخص اخر لكن ماذا لو كنتم تسدكون وتعيشون تحت لعنة بسبب عدم طاعتكم وظللتم تبررون وتبررون وتبررون وكانت عائلتكم تتألم بسبب عدم طاعتكم اود اخباركم عن عائلة جاءت من الشرق الاوسط الى مكان خدمتي وكان لديهم عدد من الاطفال وجميعهم تعرضوا لحوادث واصيبوا بشتى انواع الامراض ونظرت الى دينامية العائلة نظرت الى وجه الاشخاص الام والزوج الاب ومن ثم الاطفال ورأيت على وجوههم ان لديهم لعنة متوارثة فتقدموا الى الامام حين وجهت دعوة للصلاة وقلت للاب حين طلب مني الصلاة لشفاء عائلته قلت له لا لن اصلي لشفاء عائلتك فانزعج وقال لي لماذا لا تصلي انت خدمة لله ورعية كنيسة وواعظة لن تصلي لشفاء عائلتي قلت لا الصلاة الوحيدة التي يمكن ان اصليها معك هي صلاة التوبة فعائلتك كلها تعاني امراضا جسدية بسبب زناك وانت تتهمني بعدم صلاة لشفاء عائلتك تخلص من الاباحية تخلص من الزنا تخلص من المخدرات في حياتك وسترى عائلتك كلها تشفى فورا لكنه غادر بدون توبة بسبب كبريائه وعناده يوجد وحش في داخله الزوجة تقدمت وصلت معي وهي تبكي رجعت من موقف السيارات وقالت ماذا افعل فكنت لها لا اسطيع ان اكل لك ما تفعلينه لا يمكنني القول لها انفصل عنه لا يمكنني قول هذه الامور فانا لا افعل الا ما يطلبه مني روح القدس لكن اعلمي انك جسد واحد مع هذا الرجل انت جسد واحد مع هذا الرجل انت تحت عبوديته وتحت سلطته واريد اخباركم ان الرجل عاد بعد سنة وكان قد دفن ابنه هو وزوجته بعد ان دفن احد ابنائه عاد مع زوجته لاصلي من اجلهما فقلت لن اصلي من اجلك فقال لقد دفنت ابني فقلت تريد مني القيامة بعملي وانت لا تقوم بعملك تريد مني ان انقذ عائلتك وانت لا تريد انقذ عائلتك انت تكره عائلتك انظر الى حال زوجتك فقال لست انا من فعل ذلك الله فعله فقلت له رجاء ان اخرج من هنا قبل ان اتصل بالامن لن اصلي من اجلك واود اخباركم بانه عاد بعد ستة اشهر وسلم حياته ليسوع لانه كان مؤمنا مزيفا وخلص اهل بيته جميعا ونالوا جميعا الشفاء لكني اقول لكم ان الله يواجهكم الى ان يكسركم هو يرفع الصوت عاليا واعلى واعلى وهو فعل الامر نفسه مع بني اسرائيل تاريخ وااجندة لدى الله اجندة وانتم لديكم اجندة لدى الله مشيئته ولديكم مشيئتكم اذا حين تسلمون مشيئتكم وتخدعونها لمشيئة الله فان الله يجعل الامور تتغير في حياتكم فانا احب ان اسكب نفسي في حياة الناس لكن احيانا اتراجع قد تنسكبون تنسكبون انا لا اطلب شيئا لا استثمره اؤكد لكم لا اطلب شيئا لا استثمره ينطبق الامر على القيادة فنحن نجلس ونتحدث عن المعايير الاخلاقية كيف يجب ان يكون هذا وذاك نتحدث عن جميع المواضيع لا يقدر احد ان يأتي قائلا لم اكن اعلم انني ازني اه حقا هل هذه خطية هل ارتكاب الزنا خطية هل هذه خطية اعني وضع الكنيسة سيئ لكن لا يمكنهم القول سيقولون هذا ان لم استثمر فيهم في اجتماعات القادة نعم عندما اقول هذا فهذا يعني انهم مسئولون وان مسئولية انتهت مسئولية تقتصر على ان اكون غطاء للمحاسبة صحيح ولا يمكنهم القول لم تخبرين لا يمكنكم القول لم تخبرين انتم تعرفون اساسا اذا هذه مهمة القائد الروحي ومسئوليته ان لا يسمعكم كلاما معصولا تودون سماعه لا بل ما يريد الله ان تسمعوه وكانت هذه مشكلة اسرائيل سانتقل الى سليمان والهيكل سليمان دعيا ليكون الشخصية الاعلى في السلالة سليمان والهيكل كان الشخصية الاعلى شأنا الاعلى مقاما شخصية الرئيسية الملكة الرئيسية في السلالة ولم يقتصر الامر على مركزه وعلى كونه الرجل الاغنى والاكثر حكمة على وجه الارض لكنه بنى الهيكل ايضا كانت هذه طلبة سامية جدا من الرب له فالله اختار سليمان لا ليكون خلفا لداود فحسب لكنه اختاره ليبني الهيكل ايضا ساقول لكم امرا من اشعياء واحدة وستين هل انتم ممن يبنون الكنيسة ممن يعيدون بناء الاسوار ويرممونها او ممن يهدمونها عليكم اتخاذ قرار اذا دعيتم للقيادة هل ستكونون ممن يبنون او ممن يهدمون هذا مهم جدا اريد ان تفهموا لان الكثير من الاشخاص يخضعون لقيادتي ويجدونها قاسية جدا وصعبة جدا لكن اتعلمون انهم يشتتون ولا يجمعون ينشئون كنائس ثانية وكنائس ثالثة وكنائس رابعة من خلال المنصة التي نوفرها لهم لانهم يريدون تنفيذ اجندتهم ولا يسعون الى وحدة الكنيسة والى اجندة الكنيسة ورؤيتها اقول لجميع الخدام لا تقبلوا اشخاصا تحت قيادتكم ان كانوا يدا ثانيا او رأسا ثانيا فالزواج رؤيتي يولد انقساما اذا حتى عندما ترشدون اشخاصا يجب ان تتماشوا مع مشورة القيادة القيادة العليا فاحيانا قد اقول كلاما غريبا جدا لماذا؟ لاني ارى الامر من بعد مختلف من زاوية مختلفة يجب ان تفهموا هذا قد تقولون اين النعمة هنا اتعلمون؟ ساعطيكم عنوين كنائس اخرى حيث يمكنكم ايجادها ليس عليكم البقاء هنا اترون؟ اقول لكم ان النعمة الله هنا لكن نعمة الشيطان ليست هنا اذا اردتم هذا النوع من الكنائس تجدونها في الملاهي الليلية يمكنكم ذهب اليها ويمكنكم ممارسة الكثير من النعمة لكني جدية في الامر لست هنا للاستهزاء بكم او للسخرية منكم لكن ربما افعل ذلك وانا اعتذر لكم فالهدف الرئيسي هو فهم قلب الله الله يبحث عن بنات للهيكل حسنا بنات للهيكل والهيكل هو انتم حسنا نحن بنات نحن بنات والروح القدس الروح القدس هو مصدرنا حق كلمة الله هو مصدرنا تمت اناس جائعون يحتاجون الى ترميم هم من الشرق الاوسط وقد تعلموا الانجيل التقليدي المتدين ومن ناحية اخرى هم قريبون من تقاليد الكنيسة الارثوذكسية الكاتوليكية الانجليون هم كنيسة الشرق الاوسط من ناحية اخرى لدينا الكنيسة الغربية اه هاي كي سيرا كي سيرا اتعلمون فليكن ما يكن هيا هيا الامرح صديقي يسوع صاحبي يسوع نحن صديقان صافحني يساح يمكننا ان نفعل اي شيء معا هذا المفهوم سائد استخدموا هذا المصطلح كثيرا هنا ان كان هذا ما يقوله لكم الهكم فالهكم شيطان لي احيانا يقول للناس الله قال لي ان افعل هذا الامر احداهن قالت لي الله قال لي ان امارس الجنس معا فلان فاجبتها الهكي شيطان لي الله قال لي ان افعل هذا الهكي شيطان لي الناس مشوشون جدا لدرجة انهم لا يميزون بين سماع صوت الله وسماع صوت الشيطان ربما عليكم الوصول إلى وضعية استفاف هذا ما يريده الله يجب أن تصل إلى وضعية استفاف أتعلمون ما هو الاستفاف؟ هذه كلمة مهمة دوينوها استفاف ادرسوا الاستفاف الاستفاف يعني أنه توجد بقعة نور هنا وبقعة النور هي حق الروح القدس وإعلاناته وإرشاده وأنتم في الظلمة أنتم تسيرون في الظلمة وتظنون أنكم تسكون في النور أنتم مخدعون وبتوهمون فتجلبون أنفسكم تحت بقعة نور الحق الذي يضيء فوقكم أنتم ضلون في طرقكم وتؤمنون بهذا وذاك وهذا وذاك وهذا وذاك وهذا وذاك ولم تعود تعرفون هويتكم لكنكم تقولون الأمر هنا لا ينجح ولن ينجح أبدا من الأفضل أن أنتقل تحت بقعة النور ترون؟ أحيانا نعم الضوء الزهري يضربني إذن يجب أن تقف في هذا الصف أنا أصلي دوما وكل يوم يا رب أريد أن أكون في صفي مشيئتك يجب أن تقف في صف الله كان هذا هدف الله من الهيكل نحن نرى الهدف هدف سفر الأخبار ومحوره هو منح الرجاء بالمسيح المستقبلي الذي سيأتي من سلالة داود وفيما تاريخ الله شعب الله مشوه هو لا يقود إلى اليأس سفر الأخبار يساعدنا على فهم المسيح ملك الملوك وعلى ثقة بوعوده وطلبه من كل قلوبنا لندعه يحارب حروبنا الفرق بين الملوك وأخبار الأيام الملوك نبوي والأخبار كهنوتي بسبب الناموس والتدين سفر الملوك أخلاقي وسفر الأخبار روحي الملوك سياسي والأخبار ديني الملوك يظهر الفشل والأخبار يظهر الانتصارات الملوك يظهر الغضب والأخبار يظهر الفداء الملوك يظهر السلبية والأخبار يظهر الإيجابية أتعلمون ماذا أحب؟ أحب لاها الكاتب أنا متخصصة في الأدب وأنا أقرأ كتبا من منظور أدبي والله كاتب مذهل وفائق للطبيعة وهو يظهر لنا التباين بين الأمور هذا ما أحبه في الله هو خلق النور قال ليكن نور فكانت ظلمة ونور يوجد خير وشر إذن الله خلق كل شيء مع نقيده يوجد نقيد لكل شيء مشيئته ومشيئة الشيطان كل ما تنظرون إليه حتى ما كان من كتابته لديه نقيد وهو يعطيكم خيارا ويعطينا خيارا وسط هذا التباين لاختيار طريق الذي سنسلكه وهو لاعب شاترانج ممتاز من منكم يلعب الشاترانج؟ حسنا حسنا جيد معنا أشخاص أذكياء في المكان إذن أحد أفضل لاعبي الشاترانج على الإطلاق هو تشاس باروف لا أعلم كيف تلفظونه اسمه كاسباروف وكان يرى من الحركة الأولى نهاية اللعبة ترون الحركة الأولى لدى لاعب شاترانج تحدد نهاية اللعبة اسمعوني قبل أن تولدوا كان الله يعلم كيف ستنمو حياتكم وتتطور وما ستأول عليه وما نؤمن به هو أن الله أعد هدفا وخطة لحياتكم والإطار الزمني الذي ينظر عبره الله مختلف عن إطارنا لأنه يرى الأمس واليوم والمستقبل معا لذا نحن لا نفهم كيفية عمل خطة الله المعدة مسبقا لحياتنا لكن يجب أن نتوصل إلى اتخاذ قرار بإرادتنا الحرة بأن نختار يسوع المسيح ربا ومخلصا لنيل الحياة الأبدية نعم إذن قال الله إن مشيئته هي أن لا يهلك أحد صحيح؟ لذا لا يمكننا القول للناس إن فلانا حكم عليه بالجحيم أو مصيره الجحيم لا يمكننا قول هذا الكلام تعلمون فلان الفلاني انتحر هل تعلمين إلى أن ذهب؟ نعمة الله أسرع من الرصاصة لا نعرف في الدقيقة أو الثانية أو الجزء من الثانية الأخيرة ما صنعه الله معه نحن لا نعرف باستثناء من قال عنه الإنجيل إنه ابن الهلاك صحيح؟ إذن باستثناء ابن الهلاك لا يمكننا قول شيء يسألني البعض هل سليمان في الجحيم أنا لا أعرف الكتاب لا يذكر ذلك أنا واثقة من أن الله تعامل معه في اللحظات الأخيرة أنا واثقة أن الأمر لم يكن جميلا لكن لا أعلم أو الملك الشاول لا يذكر الكتاب هذا هو مات بسبب تمرده يقول الكتاب لكنه لا يذكر أنه ذهب إلى الجحيم لا نعلم إذن حتى عندما لا نعلم حتى إذا ارتكب أحدهم أفعالاً رهيبة وقتل أخرين لا نعرف ما جرى معه في اللحظة الأخيرة عندما أقول كلاماً مماثلاً يقول الناس هذا الرجل كان قاتلاً متسلسلاً وكان مسجوناً ديفيد بيركويتس سلم حياته ليسوع المسيح ابن سام وسلم حياته ليسوع أعددت برنامجاً عنه وعن حياته وأناس كثر بينهم مؤمنون هاجموني قائلين إن مصيره الجحيم لكنه حي وقد سلم حياته ليسوع تمت أشخاص لا يقبلون خلاصة إذن هذه الأمور هذه العقائد الخاطئة من أين أتت نحن نعرف الأمر الآخر الذي أود لفت انتباهكم إليه هو من واحد أخبار الأيام 11 أبطال داود حسناً كان هؤلاء رؤساء أبطال داود وهم سوياً مع سائر إسرائيل منحوا ملكه دعماً كبيراً لبصه على الأرض كلها كما وعد الرب ثم يعطي قائمة بأسماء أبطال داود وما يثير اهتمامي هو نيلهم قوة فائقة للطبيعة وحكمة فائقة للطبيعة لأنهم خضعوا لملك داود وسلطانه سأقول لكم أمراً انتبهوا إلى نوع الغطاء والسلطة الذي تخدعون له فعندما تضعون أنفسكم تحت سلطة قوية وبارة ومقدسة سوف تطلبون وترون فوائد هذا النوع من السلطة في القيادة وعندما تضعون أنفسكم تحت سلطة شريرة سوف ترون ثمر الفاسد لهذه السلطة كم من الخدمات التي أعرفها لا يعني هذا أن الناس لا يمرضون ولا يخدعون لجراحة لكنهم دائماً وبالسمران وبدون توقف يعيشون في سراع وفوضى طوال الوقت أنا اعتدت على الاتهاد للأسف أنا اعتدت على التشهير أنا اعتدت على تلفيك الأكاذيب وغير ذلك للأسف لكن هذا جزء من الخدمة فالخدمة مكترنة بثمن أحدهم يكون اليوم معكم وغداً ضدكم بالكامل لكني أعلم كيف يعمل العدو في القيادة لكني أقول لكم إنكم حين تخضعون لقيادة قوية مع مسحة ملوكية فما يحدث هو أنكم تصبحون أبطالاً الواحد يصبح ألفاً والحقير أمة قوية لأنكم متحدون متحدون بالاستقامة متحدون بالسلطة متحدون بالمحبة متحدون بيسوع المسيح عندما تخضعون لقيادة مماثلة يستحيل أن تخسروا ما تربحونه سيكون الأمر صعباً سيكون قاسياً وسوف يتعبكم وسوف يضايقكم سوف يزعج جسدكم وسيجعلكم تشعرون بالانزعاج حتماً لأنكم لم تختبروه من قبل لكني أقول لكم إنه تحدث آيات وعجائب تمنح قوة نتيجة الخضوع لقيادة من هذا النوع اشتركوا في القناة